السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا سنة تانية? انا تسنيم جمال فرقة خمسة. اه ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح سكشن في الاشعة بعنوان انا عارفة ان انتو لسا ما اخدتوش مجيول الراديولوجي. اه بس ان شاء الله في الفيديو ده احنا هنحاول نفسر الكلام اللي مكتوب عندنا في الدايتا من غير ما نزود قوي على نفسنا ونحس الموضوع بهوأ وكبر لان الراديولوجي اصلا يعني علم كبير جدا. فاحنا بس هنشرح على قد الكلام اللي موجودة عندنا في السكشن وهنفسر كل كلمة معناها ايه? وبرضو هنشوف الصور اللي موجودة كل صورة بتعبر عن ايه واميه المشكلة او المرض اللي فيها وخلاص. يعني ايه? اه كلام كده على قد السكشن اللي عندنا عشان ما نكبرش الموضوع. هو ان شاء الله سكشن سهل بس نحاول نفهمه مع بعض. هو الموضوع بس عشان جديد وخلاص ممكن تحس وا الموضوع صعب عشان هو انتم اول مرة تاخدوا اشعة وتشوفوا اشعات وكده. بس هو الموضوع ان شاء الله بسيط جدا. احنا بقى هنتكلم عن ايه في بتاعي النهاردة? هنتكلم على ثلاث حاجات. بتاع ثلاث حاجات. يعني انا باستخدم او باستخدم نوع من الاشعة. الاشعات زي ما هنعرف بعد كده انفيه منها انواع كتير. فيه صنار في اللي هي الاشعة تلفزيونية. فيه اشعة مقطعية. فيه اشعة الرنين. فيه الاشعة العادية. فيه المسح الزري. فيه انواع كتير قوي من الراديولوجي. ماشي? احنا بقى ده اسمه كله على بعضه كده اسمه الامجينج. الامجينج ده بقى بنستخدمه عشان نصور طبعا امراض. هنتكلم عن كام مرض بقى في ستيني اس تلات حاجات. اول حاجة اللي هي السكتة الدماغية. تاني حاجة اللي هو التصلب المتعدد. وتالت حاجة او الاورام. ماشي? دول كده التلات حاجات اللي احنا هنتكلم عليهم في النهاردة. كل واحدة هنتكلم فيها ايه اللي انا باستخدمها او ايه نوع الاشعة اللي انا باستخدمها. واحسن حاجة تظهر للمرض ده. ويه كمان هنجيب صورتين او او يعني مثالين على يعني على كل ديزيز من دون. هنشوف بعد كده يعني هنشوف زي ما احنا ايه ما نمشي مع بعض كده في الديتا. اول حاجة ايه يعني اصلا ايه دي او السكتة الدماغية ديت بيقولك دي اه انتو الاستروك اكيد اخدتوها في الكلام النظري. معناها ان بيكون اه بيكون في يعني بيكون في اه تأثير على الجهاز العصبي بيكون بسبب فيه هو اللي سبب في المشكلة دي. يعني اما حصل له سروم اتقفل يعني حصل اسكيميا بس ما هتدينا حاجة اسمها اسكيميك وده النسبة الاشهر بتكون حوالي خمسة وتمانين في المية. والنوع التاني يكون ده حصل منه او نزيف. فتدينا دي نسبتها اقل خمستاشر في المية. يبقى احنا كده ديت بيكون حد حصل له يعني يكون مسلا حاجة مسلا ما بقاش قادر يتحرك فجأة او ما بقاش قادر يتكلم او ما بقاش قادر يسمع. اي اي ويكون ده يعني انت بتشخصه اصلا من بتاع العيين. من جرد انت بتتكلم معي. مش محتاج يعني ده بس عشان افرق بين النوعين. ماشي? طيب وبيكون طبعا السبب بيكون ده ممكن يكون مهمة قوي قوي ان انا افرق بين الاسكيميك والهيموراجيك. ليه? لان كل واحدة فيهم مختلفة في العلاج. الاتنين مختلفين تماما. ما ينفعش تدي علاج ده مكان دي. وتاني حاجة ان انت المتوقعة من كل واحدة منهم مختلفة جدا. والتعامل مع العيين مختلف جدا. فلازم ان انا افرق بينهم. ماشي? يبقى كده. آآ عرفنا ايه هي دي اصلا. وطبعا دي حالة طوارئ. يعني حالة لازم ان انت كل ما تتعامل مع العيين ده بدري وتبدأ تدخل بالعلاج. كل ما بتاعه هيبقى احسن والخسائر بتاع العيين دوت هتقل وممكن كمان يخرج سليم خالص كأنه ما جلوش قبل كده. لكن كل ما تتأخر انت بتعرض العيين ده انه ممكن يدخل بعد كده. آآ الاسكيميا دي تفضل موجودة. والستروك دي تفضل موجودة ممكن العين يفضل طوله بحياته مشلول. آآ كمثال يعني. طيب ايه بقى في حالة دي. يعني احنا ليه اصلا طالما هو وانتي اصلا مشخصة من الهيستوري. ليه محتاجة ان انتي تعملي اشعة آآ او يعني استخدام بيقول لك الروي بتاع الاشعة ان انت تفرق بين الحاجات المختلفة. مش احنا قلنا السبب ايو بقى انت لازم تعرف تعمل اشعة عشان تعرف يعني لازم تعرف السبب اللي هي مولش. لان آآ في حاجات برضو بتعمل شبه شبه ولكن هي مش ستروك زي آآ او الانكفالوباسي. اي حاجة من دول بتعمل اعراض بتكون شبيهة بالستروك. فانت لازم طبعا تفرق بين بتاعت وتفرق بين الحاجات بتاعتها او المشابهات بتاعتها. ده اول حاجة. تانية حاجة طب انت عرفت دلوقتي ان فيه طبعا لازم تفرق ان هو هيمورج ولا سرومبوزز زي ما قلنا هيمورج ولا آآ او هيمورج ولا اسكيميا زي ما قلنا قبل كده لان المانجمينت مختلف خالص. طيب انت دلوقتي عرفت ان هو وعرفت هو نوع اسكيميا ولا هيمورج. برضو لازم تعرف هو بتاعه ولا فينس. وكمان تعرف اللي فارق اعدوات. هل هو يعني بلود فيسل كبير زي مثلا يعني بلود فيسل كبير كده. ولا آآ لكيونر طيب يعني بلود فيسل صغير. ودول هنتكلم على دي واحنا ماشيين. ماشي بانت مفروض تعرف البلد فيسل ده كبير ولا صغير. عشان تعرف انت المشاكل اللي عندك متوقع ان هي يكون قد ايه. خامس حاجة يعني المضعفات بقى اللي حصلت من النزيف دوت. آآ ممكن يحصل حاجة يعني لما يحصل مثلا ده يزود فيقوم البرين يعدي من الفورن من مجنم وينزل في يعدي من الفورن من مجنم. فيحصل حاجة اسمها دي حاجة يعني عاية ممكن بقى يموت بسبب دي. فانتو طبعا لازم تشوف المتوقعة دي حصلت ولا ما حصلتش. يبقى كده ايه ده? انت قاشة خاصة بس لازم تفرقها عن الميمكس بتاعتها او المشابهات بتاعتها زي او او عرفت ان هي تعرف ان هي ولا ولا طيب تعرف ان هي تعرف انه يعني بلوت فيسل كبير ولا مجرد ان هي بلوت فيسل صغير زي تعمل لنا وخامس حاجة انت تشوف لو انت متوقع حصلت ولا ما حصلتش. عشان تقدر تتعامل معيها بدري. ماشي بقى كده ده في الستروك. يبقى احنا كده لسه ما اخدناش ما اتكلمناش في حاجة. احنا بنتكلمنا عن الستروك معناها ايه? واتكلمنا بس عن وليه بنستخدم اصلا في حالة الستروك. اني بيقول لك ده حاجة يعني كده لحالات الستروك اللي بيجي لك يعني ايه? ده مثال يعني. بيكون شخص كبير في السن. ماشي? شخص كبير في السن ده. بيكون غالبا عنده بقى له فترة. يعني هو بيكون مسلا مريض ضغط. او مريض سكر. ليه? لان الحاجات دي بتزود الاثروسكيلوروزيس. والاثروسكيلوروزيس طبعا مشارك بنسبة كبيرة قوي في موضوع الستروك. ماشي? واكيد انتوا عارفين كلام ده من الباسولوجي او من حاجات بقى اللي انتوا اخدتوها في النظر. ماشي? فالبيشنت اللي هو دوت وبيكون غالبا ميل. آآ ده بيجي بقى في بيجي بيقول لك ان هو عنده يعني صعوبة في الكلام يعني ايده اليمين ورجله اليمين فيهم ضعف يعني مش قادر يحركهم او يكون فيهم خالص مش مجرد يعني يكونوا تشلوا اصلا وبيقول لك العين ده يعني عنده سكر وعنده ضغط وضغطه دلوقتي متين على مية. طبعا ده عالي. آآ اللي هو ده بقى الكيس دي اللي هو ده الكيس سيناريو اللي انت هتتعرض ليه ككلينيكل. انت طبعا من مجرد انه عنده وضعي بيتس وعنده من كمان انه ها عنده صعوبة في الكلام ونص جسمه مش عارف صعب في الحركة. فانت شخصا دي فانت طبعا اللي انت هستخدمه طبعا شاكتا هي ستروك. لازم بقى تعرف تفرق بين تستخدم تزبطاتك عشان تفرق الحاجات اللي احنا قلناها في اللي فاتت دي. مشي? اذا بيقول لك البرتوكول ده بيختلف على حسب يعني انت مش هو موضوع عشان هو حاجة طوارق. فمش بيسيبه الدكتور هو اللي ينقي. يعني ده يقول نعمل مقطعية ده يقول نعمل رانين. لا هو بيبقى كل مستشفى حتى بروتوكول او حتى سيستم كده اي الدكتور اللي شغال بيمشي عليه. حسب امكانيات المستشفى طبعا يعني مسلا فيها جهاز مقطعية وما فيهاش جهاز رانين. فخلاص نعم نبدأ بالمقطعية كده. فهو بيبقى فيه حاجة اسمها بروتوكول خطوات كده الدكتور بيمشي عليها. فبيقول لك هو يعني عموما او بتنحصر في شوية ايه? اه انواع من الاشعائت. وبتختلف طبعا في الترتيب حسب امكانيات المستشفى اللي انت فيها. في حاجات ممكن نعملها وحاجات ممكن ما نعملهاش كنستغلع عناها عادي. فاول حاجة حاجة اسمها ده بداية بقى الكلام الجد. اول حاجة كلمة في معنيها سابغة. يعني تعمل اشعة بالسابغة. اسمها اللي بالسابغة دي ممكن تستخدم مع المقطعية ممكن تستخدم مع الرانين اي حيك. ده استكلمة يعني دي اشعة من غير سابغة. اللي هي ده ده اشعة مقطعية عادية من غير سابغة. ماشي ودي اهم حاجة واكتر حاجة بتتعمل ويعتبر كل البروتوكولات بتبدأ بيها. لان لان الجهاز بتاعها متوفر في اغلب المستشفيات. وهنعرف مميزاتها دلوقتي. ماشي بقى اول حاجة تانية حاجة انت دلوقتي شفت البرين. انت عاقا عاوز تشوف البلاد سابغة اللي وصل للبرين ده شكله ايه? فتعمل حاجة اسمها بيرفيوجن. يعني بتشوف البلاد سابغة يواصل ازاي? عن طريق اشعة مقطعية. حاجة اسمها ماشي? في حق طب انت عاوز بقى تشوف الفيسل نفسه اللي هو في او في اسكيميا. تعمل يعني بلادو. بصور آآ يعني بلاد فيسل. بصور بلاد فيسل. بصور بلاد فيسل. بصوره بالاشعار المقطعية. يبقى تانية الحاجات بتاعت الاشعار المقطعية. عندنا اللي هي الاشعار العادية لما غير سابغة دي. تانية حاجة آآ وثالت حاجة اللي هي بشوف البلاد فيسل. ماشي? نيجي بعد كده تانية حاجة الرانين اللي هو الام ار اي. اللي هو الرانين المغناطيسي. ماشي? الرانين المغناطيسي ده في منه انواع كتير. يعني في منه ايه الجهاز بيبقى هو موضوع المقطعية والرانين ده بيبقى معتمد على سيستم بالكمبيوتر. يعني انت بتحط العيان كده في الجهاز والسيستم الكمبيوتر اللي بيصوره ويطلع العيان في مقاطع يعني هيقطع العيان شريح كده. ماشي? فعندنا الام ار اي ده في السيستم بتاع الكمبيوتر ممكن يطلع لك صورة حاجة اسمها يعني يعني اعرفوا بس الاسم. ونصور البيض فيسل برضو ام ار ارتريوغرافي و ام ار فينوغرافي. بتصور الارتري والفين بالرانين. ماشي? في حاجة كمان اسمها الدوبليكس. الدوبليكس ده خاص بالسطونار شوية. يعني هو هو نوع من اجهزة الصنار بس بيجيب البلود فيسل. يعني هو بس بيجيب البلود فيسل. فعب نعمل حاجة ممكن نعمل حاجة اسمها لان الانترن الكاروتد هو اللي بيغزي البرين. فلو الكاروتد ده في مشكلة زي ستينوزيس او في مؤثر سكلوروزيس او كده ممكن نعمله الكاروتد ارتري دوبليكس ده. ولكن ده طبعا ده مش بيستخدم في الطوارق قوي. ده ده بس لمعرفة السبب يعني لو المشكلة في الكاروتد ارتري. فاحنا هنشوف البرتوكول دلوقتي معتمد بشكل اساسي على المقطعية والرانين. ماشي? طيب البرتوكولات بقى اغلبها واجاب لنا مسالين بس على البرتوكول مش مش شرط نحفظهم يعني بس نعرف الفكرتهم. هو اول حاجة لان البرتوكول ده وزي ما قلت لكم بيختلف من مكان لمكان حسب انكانية المستشف. فهو طبعا اغلب البرتوكولات بتبدأ بالنان كونتراستي سي تي اللي هي الاشعة المقطعية اللي هي ايه اللي من غير سبغة. تاني حاجة اه بتعمل عشان تشوف دي 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 وردتك الحتة اللي فيها او الحتة اللي فيها نزيف. ماشي? وبعد كده انت عاوز تعرف بقى البلاد نفس اللي هو في المشكلة تعمل عشان تجيب لك البلاد فيسل. ماشي لان معناها بعد كده لو انت عندك يعني العين بتاعك ينفع يدخل لانه هنعرف بعد كده المشاعل الامة راي دي اللي هي الرانين دي. لها برضو ايه مش اي حد بيدخلها. فلو العين بتاعك يقدر يعمل رانين تخليه يعمل عادي تعمل اه فبتعمله الهو اللي هو اه اللي هو اه اللي هو من اشعة الرانين يعني. او اه طب لو العين ده لو هو مش عاير في يعمل رانين او ما قدرش يعمل رانين او انت اصلا ما عندكش جهاز. ما عندكش جهاز. فبتعمله اللي هو اللي هو نوع من المقطعية برضو بس بتشوف اللي وصل شكله ايه. ماشي? فديك ده ايه? ده بروتوكول من الطبق في اماكن مثلا. في بروتوكول تاني. بس يعني ده يعني بروتوكول ده كبير شوية. انت بتبدأ برضو لو انت شاكك في بتعمل برضو الاول. طب لو لقيت فيها واحنا نعرف بعد شوية النور اصلا بتاع النون كونتراستي سي تي ان انت تستبعد النزيف. ليه? لان اه الاسكيميا ما بيبانش بسرعة في الاشعة في النون كونتراستي سي تي بيبانش فيها الاسكيميا بسرعة. فانت طالما لكن النزيف بيبان بدلي. يعني لو هو فيه اول ما تعمل اول ما تعمل الاشعة هيتلعلك فيها النزيف. فانت لو لو لقيت فيها نزيف يبقى خلاص ديت وهاتمشي في سكة الهامورج تتعرف سببه وايه بها تعمل اشعات تانية ما لنجعب بها دلوقتي. طب لو انت ملقتش يبقى خلاص دي هتتبقى اسكيميا. فهو بتاعها ان هي بتشوف النزيف. فلو هو موجود يبقى خلاص دي هامورج. طب لو ملقتش هامورج يبقى خلاص دي اسكيميك ايه استروك. وتتبدأ تتعامل معايها بقى تديها بقى ممكن تعمل لها اللي هو بتاع الامر اي او تعمل لها بقى تعمل لها حاجة تانية من المقطعية تانية من الاشقاء المقطعية او كده. فالمهم ده بس مسال مجرد مسال ان هو يعرفنا الدنيا بتمشي ازاي في موضوع الايه? ان انت بيبقى ماشيين على بروتوكول حسب المستشفى اللي انت شغال فيها. ماشي? نتكلم بقى لكل شوية. يعني كل واحدة من اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. ان اخب بس عليها كلماتين كده. وصورة توضح لنا. طبعا اولهم واكتر حاجة مستخدمة اللي هي اللي هي الاشاعة المقطعية لمن غير سابقة. دي هتليه بقى اكتر حاجة من استخدمها لانها يعني موجودة في اماكن كتير الجهاز بتاعها يعني. وفاصل بتتعمل بسرعة جدا. فاحنا قلنا اصلا دي حالة والمفروض تتبدأ بسرعة عشان ما تقخرش على عيان وكده ما يحصلوش مضاعفات. فطبعا دي اسرع حاجة بتتعمل. فعشان كده بنبدأ بيها. ماشي. فهي في معظم حالات الايه? ولكن قلنا مشكلتها ايه بقى? مشكلتها ان الليسكيميا ما بيبنش فيها بسرعة. في يعني في اللي هي قلة من ست ساعات. في الحاجات السريعة دي ما بيزهرش فيها الاسكيميا. قمال اللي يزهر فيها امتى فيها الاسكيميا بعد يومين تلاقي تكون العين حظلو مشاكل. قمال اللي يزهر فيها بدري. قمال اللي بتعملها عشان فاصل بتعملها عشان تكسكلود النزيف. لان الهيمورج لو في نزيف هيزهرت لك اول ما تعملها. يعني انت اكيوت اتاكي دلوقتي وعملت وهي هيموراجيك ستروك هتظهر لك ان فيها هيمورج. طب ما زهرش ان فيها هيمورج. هلا اقول كده ان العين سريم? لا ما ممكن تكون بس ما بتزهرش دلوقتي. هتزهر متاخر. فابدأ اعمل حاجات تانية بقى عشان اشوف الايه الاسكيميا. فهمنا كده? يبقى بتاعها ان احنا بس نكسكلود الايه النزيف. لان مختارف. طيب دي صورة عايز اعرفكم بس عشان يعني ايه الفرق بين المقطعية ورانين في الصور. اعقاسها الحاجة خالص الحاجة يعني عشان ما طلبتوش نفسكم اتو ببصوا على البون. فين البون في الصورة دي هي كلهم? اصلا بيبقى شكل مقاطع كده واخدين شرايح في رأس العين. مش عشان حعملينها على البرين. فاحنا احنا احنا بناخد مقاطع كأن مقطعين البرين كده ايه شرايح. ماشي? طيب اه احنا احنا نعرف ازاي بقى نزيت ام سي تي ولا ام ار اي نبص على البون. شايفين البون هنا? اللي هو العضم الاسكال. هنا لونه ابيض. ليه لونه ابيض? لان السي تي. الاشياء المقطعية. عارفين انتو الاكس راي اللي هي الاشياء العادية. اللي هي واحد بيكسر مسلا بيعملو له اكس راي. فبيزهر العضم لونه ابيض صح? هو سي تي ديت فكرة. يعني النوع الاشياء مستخدم فيها هي اكس راي. بس بجرعات عالية. ماشي? فبرضو العضم هيزهر لونه ابيض. ماشي? فاي حاجة تلاقي فيها لعمل ايه الخط الابيض? يعني فيه خط ابيض وفيه خط بتاع السكال وفيه خط في النص. ده السكالب اللي هو ايه الجلد بتاع الجنجمة. السكالب يعني فروة الروس. انما العضم نفسه البون اللي هو الابيض ده. يبقى كده البون هنا الابيض ده. يبقى خلاص دي اشياء مقطعية. يبقى دي سي تي. ودي نون كونتور ستي سي تي. اه انتو طبعا عارفين انتم بيقى البيزل الجنجليا والحاجات دي. ماشي? فالمهم يعني ده نقسمها نصين كده. ده الشكل النورمال. اللي هو اللي على اليمين ده النورمال. ده ده ابنورمال اللي بقى. لاني شايفين حتة المشاورة عليها باستهمة دي. دي اللونها مختلف شوية. لونها ابيض. الحتة دي بيضع عن باقة التاشو اللي حواليها. ماشي فبقى اسمها هايبر دينس. هايبر دينس يعني وقت ده اشعة زيادة فاسمها ايه هايبر دينس. فظهروا باللون الابيض. دي اللون الابيض ده معناها ان فيه نزيف هنا في الحتة دي. فيبقى الحتة دي فيها او هيميتومة. ماشي? يبقى كده عرفنا الاول ان اشعة مقطعية ازاي بصينا على العظم بتاعة الاسكال. لقينا العظم اللونه ابيض. فعرفنا ان دي اشعة مقطعية. نبصة ايه الحتة المختلفة خالص في التشو. هو اصلا مش هارلين عليها بالسهم. ليه الحتة دي لونها ابيض خالص او اللونها هايبر دينسة. عم باقت الايه التشو اللي حواليها. ماشي. ولونها ليه لونها هايبر دينسة? لان الحتة دي فيها نزيف. فالبلوت دوت. البلوت بيخلي الاشعة تتجمع زيادة في الحتة دي. فبتظهر باللون الابين. ماشي يبقى دية ايه? هنا في سريبرا الهيماتومة في البيزل جانجلي. وطبعا هما بيعرفوا الاناتومي بقى بتوع الاشعة بيعرفوا الحتة دي اسمها البيزل جانجلي وكده. ماشي? طيب اه ايه بقى على الاشعة المقطعية? يعني ايه بقى اللي تشوفه في الصورة يعرفك ان ايه? ان هنا في اه اسكيميا. بيقول لك لو هي. احنا قلنا هو الاحسن ان هو ان احنا بنكسكولود الهيماتومة. بس برضو ممكن يحصل لو في اسكيميا. لو هي ممكن برضو يزهر لنا بعض الحاجات. ايه برضو هنجيب لها صور. لو يعني احنا بسلا لسه في الاول برضو. ايه? ولسه متأخرناش قوي يعني ممكن يزهر لنا حاجات. اول حاجة اسمها سالكا سيفيسمينت. مشي احنا عارفين ان البرين بيبقى عبارة عن سلقاي وجراي. سلقاي وجراي كده. فهتلاقي السلقاي دي لزقت في بعض. فبقوا كأنهم حتة واحدة. حصل حصل لهم يعني لازقوا في بعض. ليه بقى بيحصل كده? لان بيحصل حاجة اسمها هو ادي كل سالكا سو اللي جانبه. ماشي? فده حصل له يعني اتنافخ شوية او اديمة. وده كمان حصل له اديمة. فالاتنين اتنافخوا فيقربوا من بعض. فيزهروا كأنهم ايه? لازقين في بعض. فيحصل حاجة اسمها سالكا سيفيسمينت. ماشي? تانية حاجة. لزقه في ايه بقى الكلام ده? مش احنا ما نجي نشوف في الاشعة المقطعية كده هنلاقي الجري ماتر والويت ماتر شكلهم مختلف. ازاي? الجري ماتر اللي هو طبعا في البرين بيبقى ناحية برة. بصوا في الحتة دي كده. الجري ماتر هو الحتة دي. والويت ماتر بيبقى ايه? جوه. فمفروض ان انت تقدر ترسم الخط بينهم. يعني مفروض ان انت لو تقدر ترسم الخط فاصل بين الجري والويت ماتر. تحس ان الصور اصلا من اغباش يعني الجري ماتر هو اللي برة والويت ماتر هو الغامق اللي جوه ده. فلو فيه فقا في الحتة دي بيتعمل لص اف جري ويت موت انترفيس بيبقى انهم مية واحدة كأنهم لون واحد. ماشي? ده معناها. ان انت مش عارف تفرق بينهم. مفيش انترفيس مفيش خط تفاصل بينهم. تانية تالت حاجة اللي هي هي لو انت شفت نفسه هتلاقي نفسه اللي هو فيه مشكلة اللي هو في اسكيميا ده. ظاهر لونه كده غامق. لونه ابيض. يعني غامق في السيتي معناها ابيض. يبقى اسمه هايبر دينس. زي اه هايبر دينس تيو في اللي هيوريكم سوريتهم. يبقى احنا كده دي في تانية عشان احنا بنعرف ما تكلم في الاشعار المقطعية. بتكلم في احنا قلنا بتاع نانكوندرسي سيتي نحنا نكسيكلود الهيمرج. طب مثلا ممكن تكون اسكيميا وبنسبة كبيرة اللي هي خمسة وتمانين في المية ممكن تكون اسكيميا. ممكن في ساينز برته في المقطعية. اول حاجة اللي هي ستاركاس افاسمنت. اقرى هلكم بقى في الصور. اه دي الاا افاسمنت. دي الصورة بتاع اللي جايبها على افاسمنت. ليه? دي الحتة اللي فيها مشكلة. اه اه الصالكاي شايفين الفرق بين دي و دي. دي تحس ان الصالكاي عادي داخلة جوة وطلعة داخلة وطلعة داخلة وطلعة لكن هنا تحس ان ايه الدنيا سايحة في بعضها وايه ومش عارف نفرق الصالكاي يعني حاولوا تكرنه احنا بنقارن الناحيتين ببعض. يعني في اي حاجة في نقص بنقارن الناحيتين ببعض. دي الحتة اللي قالك فيها ليش أن شايف الحتة دي? هنا الصالكاي والجايبها لكن هنا السالكاي تحسها ايه? اما كتر الايديمة تحسها ايه? مع الجنب بعضها تانية حاجةyz الايبار دينزتي للميدل سريبرل آرتري ساين. آآ بصوا الحتة دي اسمها الميدل الفصا. بيكون ماشي فيها الميدل سريبرل آرتري على ناحيتين. واحد هنا واحد هنا. فمفروض آآ آآ ادي الخط اللي هو مشاور عليه دي. الخط اللي هو مشاور عليه دا ده ده ولونه ابيض كده. شرطة ابيضة كده. هو ده 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 اللي فيه سكيميا او فيه مشكلة. ماشي? وقلنا آآ بتاعة اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي عرف تفرق بين الجري والويت ماتر. بصوا ادي برضو دي الحتة اللي فيها ودي حتة نورمال. هي الصور مش واضحة قوي بس انت ممكن مسلا تحس ان بقيت يعني الصورة بتاع كلها ان تحس برا لون واللي في نص الغامع ده لون. فده لكن الحتة دي كلها لون واحد. يعني كلها حتة يعني لون واحد. ماشي? وبرضو ده نفس الكلام. بيقول لك الكلام اللي التلاتة اللي انا قلتهم دول اللي هما الهايبردين والسالكس الفيسمنت والنصق في الجري بالموتر انترفيس. والهايبردين ستيل المدل سيربرار اه ساين. التلاتة دول بيحصلوا في الارلي. طب لو انت سبت العين دوت ومعليكتوش. اه والوقت اتأخر. فالانفاركشن دي خلاص التشو ده مات. الاسكيميا دي يتموت التشو. طبعا اللي بيموت في البرين ما بيرجعش تاني. فالحتة دي حصل حيك اسمها استابلشد اسكيميا او الحتة دي خلاص ماتت ومش ترجع تاني. فخلاص الحتة دي بتبقى باقي يعني لونها غامي. زي الصور اللي على يمين دي. اهي. تحس ان الحتة دي. في زي مثلث كده او كده. الحتة دي ميتة. كلها لونها غامي عن اللي حوالي. يبقى كده الصور بتاعت عرفنا ان هي اشهر حاجة مستخدمة. والمين رول بتاعها نيعا نستبعد بيها لان بتتأخر شوية في موضوع الاسكيميا. طب لو في الاسكيميا وعايزين نستخدمها. آآ واستخدمناها يعني يظهر لنا ايه? لو ايرلي? هيظهر لنا التلات حاجات دول. ولو ليت هيحصل لاني التشو بيكون مات. فما بياخدش الاشعة اصلا. فبيبقى لونه غيماء. ماشي? تاني حاجة بقى في الاشعة المقطعية برضو اللي هي السي تي بيرفيوجن. السي تي بيرفيوجن فكرتها ان انت بتصور البلد سابلاي او بيديك خريطة كده عن البلد سابلاي اللي رايح للبريم. فالحتة اللي مش وصل لها بلد سابلاي قوي دي بتبقى الحتة الايه? اللي هي فيها الاسكيميا. ماشي? المين رول بتاعها برضو ان احنا نفرق بين الحتة دي ماتت ولا لا? يعني احنا عارفنا ان في اسكيميا عاوزين نعرف بقى دي ولا في امل ان احنا نلحق العيان دوت ولما نعمله آآ العيان ده يقدر يسجع سليم. فدي بتفرق لك آآ الحتة دي ولا عن طريق ان هي بتاديك ما يبقى خريطة للبلد سابلاي. عن طريق بقى حاجات بيقسوها كده في الجهاز في السيستم بتاع الكمبيوتر حاجة اسمها اللي هو والسي بيقفل اللي هي والسي بيقفل دول ايه دول اشكال الصور او شكل الخرايط في خريطة اسمها سي بي في خريطة اسمها سي بي اف وفي خريطة اسمها ام تي تي. آآ دول كل واحدة فيهم بتعبر عن حاجة. ده بقى ايه يعني بتوع الاشاعة المتخاصصين هم اللي بيفهموا بس نحن بس علينا نعرف الاسامة وخلص. ماشي? بيقول لك دي قلنا فكرتها ان احنا نعرف الحتة دي ماتت ولا في حواليها لسه حتة آآ عايشها. فعن طريق حاجة اسمها البنامبرا. البنامبرا دي اهم كلمة في السي تي بي الفيوجن. ايه هي البنامبرا دي? دي الحتة اللي احنا نقدر نلحقها. زي اللي هي الحتة اللي ايه عايش ومش عايش. يعني البنامبرا دي هي عايش ومش عايش. يعني بمعنى ايه? ان احنا مسلا نعرضيكوا صورة. بلاش دي. بصوا دي. دي مش حقيقية. دي صورة بس راسمية توضيح كده. اللي معنى البنامبرا. هو هنا حصل اسكيميا في الحتة الحامرة دي. الحتة دي الحامرة دي يعني الحتة الحامرة دي خلاص ماتت. ماشي? وفي حواليها اللغدر ده. اللغدر ده بقى هو البنامبرا. اللي هو بيشاور نفسه ايه? يموت. ماشي? يبقى الحتة الحامرة دي اللي هي خلاص ماتت. يعني عملت نيروجيك الليفيست مش هنقدر نصلحه. بس في حتة في طريقها ان هي تموت. يعني هي ايه? بتموت. اللي هي الحتة الخضرة دي. الحتة الخضرة دي اللي هي يعني بتاعها قليل ولكن لسه ما ماتتش. هي في طريقها ان هي تموت. فانا اقدرها لحقها. فهي الحتة الخضرة دي اسمها البنمبرا. ماشي? فهمنا كده معناها. يبقى البنمبرا دي آآ في اللي هو بيشوه يعني آآ بتاعها قليل. يعني هي اعمالها تتزايد. يعني انت لو سبتها الحتة الحمرة دي هتعد تزيد لحد ما الحتة الخضرة دي كلها تبقى تموت اياه كمان. ماشي? ويستيل سالفاجة اللي احنا نقدر نلحقها قابلا ان احنا نلحقها. اف بيرفيوز لو انت عملت لها ايه بيرفيوجين وشلت مسلا ان السرومباس اللي موجودة الجلطة او كده. او بدأت تبدأ العلاق فتقدر تلحق المكان ده. ماشي بعرفنا كده اهم حاجة في السيتي بيرفيوجين ان هي بتعرفنا عن حاجة اسمها البنمبرا. دي بقى صورة السيتي بيرفيوجين مش علينا خالص عشان ما نتكمبرش عن نفسهم موضوع. يعني صعبة جدا ان انت بس تعرف ان دي اسمها سيتي بيرفيوجين ريدا قوي. ماشي? دي السي بي في ودي السي بي اف ودي السي الام تي تي. ماشي? كلهم طبعا واضح ان فيهم الوان. فكل لون بيعبر عن حاجة. مش شرط برضو نعرف دي اسمها ايه دي اسمها ايه. فكرتها بس ايه? ان هو بيوريك ان فيه تغير في اللون. يعني البرين كله هنا مسلا واخد لون معين مع دا الحتة دي. الحتة اللي عمل عليها ضايرة دي. الوانها مختلفة. ماشي? وبرضو في نفس الكلام هنا. هنا البرين كله ازرق معادل حتة اللي حمرة دي. وبرضو في صورة العريمين. البرين كله مقدر كده معادل حتة الزرق اللي على الشمال. دي مختلفة. فايش؟ هي دي الحتة اللي فيها اللي جأن يعني. بعد كده دي برضو صورة عشيني مفهمك البنامبر دي معناها ايه? بيقول لك مثلا ان الصورة اللي على يمين دي. شايف الكحلي اللون الكحلي ده? ده كده الحتة اللي مفارقت اللي هي الميتت اللي هي مقابلة للحتة الحمرة اللي هنا. طيب اللي هو مشاور عليها بالسهم بقى دي. اللي هو الرم اللازرق اللي حواليها الخط اللازرق اللي حواليها ده هو البنامبرا. الحتة اللي انت تقدر تلحقها. ماشي? اللي هي اللي انت قابلة انت تقدر تلحقها. برضو اللي هو الحتة السودة السهم اللي سود ده دي الحتة اللي ميتت. حواليها صفار كده من من فوق ومن تحت الصفار ده هو الحتة اللي اسمها البنامبرا. ماشي? خلاص كده فهمنا ده الكلمتين اللي علينا. بعد كده بنعمل حاجة بقى يبقى دول بيورونا نفسه. عاوزين بقى نشوف اللي فيه المشكلة نعمل حاجة اسمها سيتي انجيو يعني فانا بصور ايه البلوت فيسل. مشي فكرتها ايه? ان انت بتحقن دي بقى بتستخدم فيها سابغة في الوريد. والسابغة دي بتروح البرين. ويتمشي في البلوت فيسل. السابغة دي طبعا فبتمشي في البلوت فيسل. زي الحد ما تروح البلوت فيسلز بتاعت البرين. وانت ما تبدأ بقى تقوم نصور بقى الاشعة المقطعية بتاعتك. فتظهر لك الايه? الصورة اللي طلعان لنا الحلوة دي. بترسم لك البلوت فيسل. لان استبقى قصة ماشية في البلوت فيسل. فما توصل في البلوت فيسل عن بعد وقت معين. هما بيبقوا عارفينه بتوعي الاشعة. ويبدأ يصور الصورة بتاعة الاشعة المقطعية يزهر لك ده اه اللي هنا ده سليم هنا بقى ايه لو هو بالسهم ده مش ظاهر اصلا ليه لانه في اسكيميا فالبلوت فيسل اصلا مامشيش فيه يعني مسلا ممكن يكون فيه جلطة ولا حاجة فايه فما خلتش السابقة تمشي فيه فما ظهرش في الاشعة فيبقى كده عندنا ايه هو اللي في ايه ماشي يبقى دي اسمها انجيو يعني بلوت فيسل وبتدينا صورة صبعا سري دي يعني كانك انت شايف الفيسلز وقدامك ماشي آآ ودي بتفرق لنا بقى اكثر ان احنا نعرف سبب السبب ده ايه يعني هل هو يعني البلوت فيسل ده دايق فهتلاقيه رفاية عن التاني ولا يعني مقفول خالص زي الصورة اللي معنا دي ان هو اصلا مش ظاهر خالص في الصورة او في حاجة اسمها تلاقي الارتري متوصل بالفين فدي تعمل مشكلة دي بتبقى حاجة وراسية مرض وراسي وهي الانيوريزم الانيوريزم دي اللي هي حتة في البلوت فيسل ودي ممكن تعمل آآ تفرقع وتعمل لنا مشهورة قوي اسمها بيري انيوريزم ماشي هلوس دي بتورينا البلوت فيسل فهمنا كده دي صورة يبقى تاني قبل ما آآ قبل ما نبدأ بس في الايرانيين عايز اقلم لكم لت مقطعية تاني العشاعة المقطعية عندنا ثلاث حاجات فيها اول حاجة اللي هي نان كونتراستي سي تي هابقا وردكم الصور احسن يعني يعني هي الاشاعة تثبت بالصور النان كونتراستي سي تي اللي هي عرفنا ازاي ان هي سي تي من العظم لونه ابيض شايفين العظم كله لونه ابيض اهو وده العظم بتاع الوربيت كل ده لونه ابيض ماشي آآ آآ بنعرف ازاي بقى ان فيه اسكيميا هنا بيكون في حاجة اسمها الفيسمنت للآآ آآ المنرول اصلا بتاع نان كونتراستي سي تي نحن نستبعد الايه الهامورج زي الصورة دي كده دي فيها ايه اللون اللي ابيض بيستهم ده ده هامورج طب لو هو اسكيميا نعمل ايه نعرف ازاي بيكون في فيسمنت الكورتيكال سالكاي بيكون السلساي كلها لاز افبعد كأنها لاز افبعد بيكون حاجة هايبردينس الميدل سربر الارتري بيكون ظاهر في الصورة آآ ولونه ابيض وثالث حاجة اللي هو بيكون فيه بيكونوا كأنهم حتة واحدة زي الصورة اللي على الشمال كده يبقى هم دول طب لو حصل بقى بقى وخلاص واحنا مش نقدر نرجع الجزء ده تاني فبيكون الشكله بيكون غيمق زي الصورة اللي على يمين كده بيكون فيه حتة غمقة عن التشور اللي حواليها يبقى دي كده بعد كده تنحجل هي اهم حاجة في انا احنا بنعرف في حتة نقدر نلحقها ولا ولا الحتة دي ماتت وما نعرفش نلحقها فبيظهر لنا الشكل ده بيكون في حتة الوانها مختلفة ماشي وقلنا عرفنا دي هي الحتة اللي احنا نقدر نلحق اللي هي عايش ومش عايش كده ماشي اه في بعد كده احنا بنصور البلاط فيسل زي نفسها بس هنا بنستخدم كونترست او سابغل اه وابتدي لنا صورة سري دي عن البلاط فيسل وتورها لنا اه ودي زي الصورة اللي هنا كده دي اسمها فيها راية اه مش ظاهر خالص اصلا لكن موجود على الشمال عادي هو موجود على موجود هنا عادي ومش موجود هنا احنا دي بعد كده نيجي بقى للرانين هو معلش انا عارف ان انا بس بطول عليكم بس انا يعني انا بحاول اقول كل الكلام اللي مكتوب عشان انتم ما يخذتوش اشعة فانا بحاول بس ميبقاش في كلمة انتم مش عارفينها في ماشي ان شاء الله هتخلطوا يعني تبقوا لميتوا الدنيا كده خلصنا المقطعية نيجي بقى للرانين واحنا اصلا اول ما نخلص انتوا هتحس انتم خلصتو الرانين بقى الاما ارقاي الاما ارقاي اه قلنا اه او هنقول يعني ان هي في الاكيوت احنا قلنا في موضوع ده مشكلته لو هي ما بتظهرش في صح احنا قلنا لو هي بتظهر اكدر في الاكيوت في يعني طيب امتى فليه بلجأ للرانين اصلا مع ان مع ان ممكن استخدم سي تي بلجأ للرانين عشان موضوع يعني ان هو عن سي تي عشان اشوف يعني هو بيظهر للصورة بدري او هنشوف دلوقتي الفرق بين الصور المقطعية والرانين لنفس العيان حجم الليجين اصلا ظاهر قد ايه في المقطعية وظاهر قد ايه في الرانين هتلاقوا في الرانين الليجين مرسوم وواضح جدا بصوا الصورتين دول الصورة العليمة دي رانين والصورة العشمال دي مقطعية عرفتي منين قلنا بص على العظم ازهل حاجة بنسبة لنا هنبقص على العظم هنا في الصورة اللي هنا دي اللي هي على الشمال هتلاقي العظم كله ابيض والخط اللي برا ده الاسكالب عادي اللي هو العظم نفسه ده ده الابيض حتى الخرم اللي قدام ده اللي هي الايه الجويب الانفية ماشي طيب هنا بقى العظم في صورة الرانين العظم كله اسود الرم الابيض اللي برا ده ده الاسكالب برده بس العظم نفسه اللي هو بين البرين والخط الابيض ده هو ده العظم. ده العظم ده اسود. فيبقى دية ايه? اه ماشي? يبقى هو هنا بقى بيقول لك ايه? ان الصورة دي فيها هنا. اللي هو المسلس الصغير ده. ده النفس العين ده هو. ان احنا عملنا له مقطعية عملنا له رانين في نفس الوقت. شايفين الليجين بقى واضح ازاي في الرانين مكبير. وعلى فكرة بيزهر بدري كمان عن عن المقطعية. فالليجين هنا مرسوم كأنك رسمه بقلم. وواضح واخد حجمه الحقيقي اللي هو الايه? هو قد ايه فعلا الجزء اللي فيه. ماشي فعشان كده طبعا الامر ايه مور سنستيف. اه يعني حساسة جدا لموضوع الايه? ده. ماشي? اه الامر اي دي بقى السيستم بتاع الكمبيوتر بتاعها. لما قلت لكم في حاجة اسمها اه السي بي في والكلام ده. اه الامر اي برضو فيها السيستم بتاع الكمبيوتر بتاعها. بيجيب صور كده مختلف. فبيدينا حاجة اسمها وتي تو ويتد. ماشي? وفي حاجة اسمها وفي حاجة اسمها وفي حاجة اسمها ماشي? اني احسن واحدة فيهم تصور الموضوع الانفورشن لان الدي فيوجين دي بتشوف الدي في في التيشو ده. ماشي? فتبقى دي احسن واحدة في احسن يعني الصورة منهم اسمها اسمه 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 كده فالمهم دي احسن صورة في ان هي تجيب لنا ولكن برضو هي اللي تيجي بعدها وبعد كده ماشي? وانا طبعا هي احسن بكتير احسن بكتير من ان هي تظهر لك حجم دي برضو نفس الكلام نفس الفكرة يعني ان هو بيقول لك دي صورة على الشمال دي صورة مقطعية لان العظمه ابيضه هو والعليمين دي صورة رانين اما ارقاي ماشي? بس طبعا ده مش ظاهر لنا العظمه اصلا هو جاي بالسوفت تيشو بس بتاع المرين ماشي? بس دي اما ارقاي ماشي? هنا نفس العيان برضو في نفس الوقت عملنا له الحاكتين فهنا شايفين الاسكيميا دي نفس الصورة اللي احنا قلنا لسقه في الوايت ماتر كأن حتة غمقة هي دي الحتة اللي فيها اكيوت اسكيميا اهيت اللي مشاور عليها بستهمة دي شايفين بقى حجمها الحقيقي في الرانين لما احنا عملنا العيان ده الرانين لقينا فعلا مرسومة وانهي بالزبط مكان او انهي لوب بالزبط هو اللي متاخد في الاسكيميا كأنها مرسومة بألم ماشي? فطبعا ايه الواضحة جدا في الاما ار اوي دي برضو نفس الكلام بس هنا بقى الصورة دي السور دي كلها اما ار اوي يعني كل دول اما ار اوي بس مختلفة بقى يعني دي وديت الفدير وديت 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 حاجة اسمها اي سي دي انا هي احسن واحدة طبعا ظاهر فيها زي ما انتم شايفين هي اللي هي دي شايفين ده فيها ظاهر ابيض منور ازاي? فدي طبعا احسن سيكونس يعني هو هنا بيعرفك ان احسن في الاما ار اي يبين لك الايه الاسكيميا. بس احنا طبعا مش علينا ان احنا هنفرق السور دي خالص. ماشي? احنا كيفية نعرف ان هي اما ار اي اصلا. ونعرف ان هي احسن صورة له. لكن هو مش هيجيب لنا وتقول اي دي تو ولا ولا كده. دي حاجة صعبة قوي علينا. ماشي? يبقى كده عرفنا الاما ار اي. بعد كده كده اللي اما ارأي دي صورت لنا البرين. فاحنا عاوزين حاجة نصور نفسه بقى. بنعمل حاجة اسمها اما ار انجيوغرافي. اما ار انجيوغرافي. يعني برضو بصور البلات فيسل نفس فكرة بالزبط. يعني هي نفسها كأنك بتصور البلات فيسل بتاع اللي هو في المشكلة. ممكن تستخدم كونترست او متستخدمش كونترست. وز او وز او. لكن في لازم كونترست. سبغة يعني. لكن في الاما ار انجيوغرافي ممكن وممكن. عادي. وبيقول لك كمان الاما ار اي ده ممكن يديك اه شبه برضو الاما او الاستيتي بيرفيوجن. الاستيتي بيرفيوجن كانت الصورة الملونة. فاكرينها. ممكن برضو الاما ار. اه اللي هو المغنيتك الرانين يعني. يديك صورة فيها بيرفيوجن برضو. وتديك معلومات عن البنانبرا اللي احنا قلنا على الحتة اللي انت بتقدر تلحقها. اه ولا ما تلحقهاش دي. شبه السيتي بالزبط. فهي الاما ار انجيوغرافي هو شبه السيتي انجيوغرافي يعني مفوش اختلاف. ماشي? وبالعكس انت ممكن استخدم فيه موضوع البرفيوجن ده. تدوس على زرار كده. يجديك اللي فيه البرفيوجن. فانت تقدر كأنك قدامك صورة عادي وتقدر تشوف البنانبرا الحتة اللي ماتت خالص والحتة اللي حواليها اللي هي هتموت. ماشي? فكده ايه الرانين? اه كده الرانين مش علينا في غير الكلمتين دول. ان احنا عندنا هو في وبيزهر ببادري عنه وبيكون هي احسن بكتير من الفلير والتي تو. وبعد كده انت بتصور وبتديك نفس المعلومات اللي بيدي. ماشي? يبقى كده خلصنا ليه كلمتين اللي عندنا عرانين. عندنا بقى صورتين كده. آآ يعني هو فيه صور بقى جابه لنا عن ديزيز. فاحنا ايه? كده اتنقلنا من موضوع اللي احنا بنشوف يعني نحنا بنتكلم عن ديزيز بقى. فدي صورة هي موجودة كده معرفش اللي جاهها هنا. احنا قلنا اصلا الهامر دي مقطعية والرانين دي مقطعية ليه? لان ده الابيض ده. ده العظم بتاع فلونه ابيض فيبقى دي مقطعية. ماشي? في الآآ وظاهر فيها هنا في حتة دي فيها لونها ابيض زيادة ليه? لان الحتة دي فيها نزيف. فيها وحتى كمان داخل في اللي هو الحتة دي ده في داخل فيه البلد. فظاهر هو كمان دونه ايه? ابيض. ماشي دي كده صورة بعد كده آآ اهم الحاجة بقى دي مهمة قوي قوي في الاسئلة يعني اللي هي مش احنا اقولنا في الاول ان احنا بنعمل ده عشان نفرق هل ده يعني هل هو مثلا بلد فيسل كبير زي مثلا نفسه هو اللي مقفول ولا مجرد بس صغير هو اللي مقفول. طبعا هيختلف قوي لان المشكلة هنا مش تبقى قدي المشكلة هنا. يعني والخسارة اللي هنا مش قدي الخسارة اللي هنا. دي معناها حصل لبلد فيسل صغير خالص. يعني اللي هو اخر اخر حاجة خالص في يعني هو برانش برضه بس صغير قوي بيغزي حتة صغيرة قوي. فلو حصل اه على فكرة البتاع لكن يعني حاجة ما مشهورة جدا خاصة في عينيه اللي عندهم آآ بيكون عندهم اثر اسكدروزوس اصلا فممكن بس طبعا بتعملش مشاكل قوي لان هو بيبقى مسلا واحد تقفل في حتة صغيرة خالص اقل من خمستاشر ملي فمتعملش مشكلة قوي. مفي? يبقى دول الكلمتين اللي علينا في اللاكينور انفاركشن هي بيكون في بلد سابلاي نفسها بيكون حجمها قلي من خمستاشر ملي. وبتكون آآ بسبب في الصورة بقى الصورة مهمة قوي ممكن تنزل في العملي قوي. الحتة اللي هي الحتة شايفين الدايرة دي? هي الدايرة السودة دي. الدايرة السودة دي هي يعني يعني حتة صغيرة خالص. مش هي نقطة كده. ماشي? هي ابتب بحجمها قلي مخصص شر ملي. دي برضو صور تانية للاكينور انفاركشن شايفين الدوائرة الدايرتين الحمرى دولة على حاجة تقدن نقطة بالضبط. دي لاكينور انفاركشن. آآ ديت سي تي طبعا. دي بقى في صورة دي رانين. ليه? لان لونها اسوداهية. وهو عمل عليها دايرة دي. دي اللي هي لونها ابيض دي. هي طبعا هتبقى لونها مختلف عن المقطعية. فهي هنا نقطة بيضة. وبرضو موجودة هنا هي نقطة بيضة. مشي? دي كده اللي ايه? فهمنا كده دي بتبقى بسبب وصغية وحجمها صغير قوي أقل من خمستوشة الملي. وبس وشوف الصورتين بتوعها وخلاص يعرفه. بنيجي بقى لحاجة تانية اسمها اسكيميك مايكرو انجيوباسين. اسكيميك يعني سهلة اسكيميا. مايكرو يعني مستمر anche io بلاط فيسل صغير. اه بس يعني حصل اسكيميا في بلاط فيسل صغير. دي برضو بيكون في عيين برضو اللي عندهم باقلهم وقت طويل وبيكون عندهم اثر ثلاثيبا اللي واحد وحتى من غير تنشل ماشي فبيبقى حصل الاسكيميا في صغيرينww صغيرة. بس بيكونوا كزا واحدة. يعني بيكون كزا حاجة. يعني لكن دي كتنقطة واحدة. ماشي? او اتنين او تلاتة بيبقوا حاجة ايه? تقدر تحددها. لكن يعني هي كأنها نقطة نقطة اتنين تلاتة كده. لكن ده بيبقى يعني حاجة كده زي ما نشوفه في الصورة اهو بيكون يعني بيكون اللي هو اللي جوه في آآ بيكون شايفين الحتة دي. البيض ده كله دي فيه وز منتشر. يعني برضو الحتة دي. ده ده مرحلة سيفير خالص تحس كله اصلا بقى فيه سكيميا. ماشي? بسبب ان كل كتير صغيرة جامعة بعضها. هي كلها جالها سكيميا. فايه? فحصل فيها الموضوع ده. فلكن عشان المرض ده كمان فبيعملك بيقصر طبعا يعمل بقى 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 يبدأ يعمل اعراض زي الدمانشية. العين الدمانشية اللي هو النسيان. يعني يبدأ ينسى وينسى الاشخاص وينسى آآ يعني الدمانشية دي في منها انوعة كتير بس معناها ان هي بينسى يعني. ماشي وبتكون بايلاترال وباتشي او يعني بطش كده او يعني واخد جزء كبير. بتكون طبعا في الويت ماتر. ماشي يبقى كده الاتنين دي سيس اللي عندنا. عندنا حاجة اسمها دي بيكون نقطة مجرد ان هي بس نقطة او اتنية وبتكون بسبب اللي جاي للنقطة دي. وبيكون حجمها اقل من خمسة واشر ملي. انما ده بيكون حاجة او يعني واخد مساحة كبيرة. وبيكون برضو بسبب وبيكون بسبب العينين اللي هم وعندهم بقى لهم فترة طويلة. طبعا عشان هي كبيرة كده فتبدأ تعمل زي اللي هو موضوع الدمانشيا ده. دي صورتها ان هي دي دي بيكون مرحلة ميلد ودي مودرت ودي حسب حجم حسب حجم اللون اللي بيض في في الاشعة يعني. كده الاتنين ديزيز اللي علينا. يبقى كده خلصنا عرفنا هي دي اكبر حاجة. بنتكلم فيها على العشعة المقطعية. وقلنا ان وبعد كده اخدنا الرانينة الامة ار اي وقلنا دي فيوجن ويت جهيه حسن صورة. وهو شابه انجيوغرافي بالزبط. مش علينا صور له حتى. ماشي بعد كده اخدنا الاتنين ديزيز اللي هي واخدنا وفرقنا بينهم. بس هو دي كده الستروك. نيجي بقى الجزء التاني اللي هو الايه اللي هو التصلب المتعدد او يا مرض العصري يعني ده ده مشهور جدا دلوقتي. ايه بقى ده انتم ممكن تكون اخدتوه في النظري? ده نوع من آآ كلمتين عنه بس في الاول ان هو نوع اوتو اوميون ديزيز. مرض مناعي. ماشي? فالمرض المناعي المرض المناعية عموما او الاوتو اوميون ديزيز بتبقى اكتر في الفيميلز. زي ما انتم عارفين برضو. ماشي? في الفيميل اللي هي اليانج ايجيا من مسلا من عشرين او من خمسة وعشرين مسلا. لحد مسلا اربعين. فدي ايه? ده دلز هن بتاع المالتبولوسكيريروز. ماشي? هو اكتر تلاتينات يعني. وده نوع من يعني بيكون في آآ اوتوانتيباضي بتهاجم اللي حوالين النرفات. فتعمل لها دي ماشي? ايه احسن مدارية تتصوره? الام ار اي. قولا واحدا الام ار اي. ممكن نحفزها الام بتاعت مع الام بتاعت ام ار اي. تفكرنا ببعض يعني. الام ار اي هي احسن حاجة تصور لانه بيزهر بشكل معين فيها. فبتعرف ان هو بتاع الام ار اي دي انتي قلت لنا فيها اه فيها حاجات كتير قوي زي والتيتو والكلام دي ايه? احسن حاجة في دول برضو الفيلير. الفيلير هي احسن حاجة تصور ماشي? بيزهر شكله ايه بقى? بيزهر شكل برضو هو مشكلة في بتكون يعني بوتش كده. بوتش حوالي بتبقى مكانها فين? حوالين يعني حوالين بتاعت بتبقى بتزهر بيكون طبعا فيه المطر. بيزهر فيه بقى دي. ماشي? وبتكون يعني لونها ابيض قوي. في الام ار اي بيعني لونها ابيض قوي. ماشي? وبتديك شكل كده لو انت اخدت صورة يعني استنى ما اشوف الصورة الاول احسن. بصوا دي صورة ايه ام ار اي? ليه? لان البوني هنا لونه اسود. ماشي? اه دي صورة ايه? اه دي صورة اجزيل يعني واخدين المقطع كده بالعرض. ودي صورة اه براساجتل يعني واخدينها ايه? بالطول. يعني دي الصورة بالعرض ودي صورة بالطول. الصورة اللي بالعرض بيقولك انت طبعا هي بريفنتريكلر اهيت. حوالين دول اللي في نص دول وحواليها طبعا الويت ماتر واللي برا ده جري ماتر. ماشي? وبيكون بقى شايفين البوتش البيضة دي ودي ودي ودي. البوتش البيضة دي هي بتاعت الايه? اه لونها يعني لونها ابيض. ماشي يبقى دي كده طب لو انت بقى عاوز تعرف ان في صورة تانية برضو اللي هي البراساجتل دي انت تاخد المقطع طبعا الكمبيوتر هو اللي بيعمل كل الحاجات دي. المقطع بالطول. فبرضو هي شايفين بقى حوالين بس تكون عمودية على كأن كده وطالع منه عمودية عليها. اسمها ايه بقى? اسمها كأنها صوابع كده طالعة من الفينتريكل. مشي اللي هي بتاعت واضحة جدا في الصورة. ممكن مسلا يجي لنا الصورة دي في الامتحان سهلة قوي. هي دي براساجتل البلين وفلير مش لازم اقول فلير عادي. وبتكون ده عندنا الفينتريكل اهيت وفيها ده طالع منها آآ بليكس وبتكون او عمودية على الفينتريكل اسمها داوسون فينكر. ايش ده كده? حدو سكده سهلة قوي. يبقى كده عارفنا الموضوع بيظهر لنا زي في الامة ار اوي. بيقولك ان هو مش بس بيظهر حولي ده ممكن يظهر في اماكن تانية زي الاسباين الكورد واسمه اصلا له اسم تاني اسمه او متعدد يعني بيجي في اماكن كتير متعددة زي الاسباين الكورد زي كوربا سكالوزم اللي هو بيوصل البعض والبستيرول الفصة اللي هي اخر حتة يعني اللي هو الاكسيبيتال. ماشي? يبقى ممكن يظهر دي ما تلاقيهاش بس تحول لان تلاقيه اماكن تانية كمان. ممكن تستخدم آآ سابغة كمان. لو انت ببص هو ده بيبقى هو عشان بيجي في اتاك. يعني بيكون في عندنا اكيوت اتاك. يكون السمتون زي تظهر وبعد كده يحصل العيان يبقى يبقى كويس وبعد كده يحصل اكيوت اتاك وبعد كده يحصل اكيوت اتاك فالعيان بيبقى ماشي كده هجمات. اسمه ايه بيدي بيبقى شكل هجمات. ففي الاكيوت اتاك ديت انت لو عملت الاشعة اللي هي بالسابغة فهتلاقي بقى ايه? بيقولك انت هتلاقي في اكيوت بليك اللي هي الحتة بقى الجديدة او البوتشت جديدة اللي لسه ظهر المراضي وعملت الاكيوت اتاك بتديك شكل او صورتها ايه ده صورة اهي الصورة اللي دي لسه متكونة جديدة. ماشي? والصور اللي على الشبال دي دي برضو اما ارقاي. وشايفين اه في البوستيرو فصة قلتلكم الحتة الورا دي البوستيرو فصة. واللي في نص دي الفصة واللي قدام دي الانتيريور فصة. احنا بقى في البوستيرو فصة اللي هو مشاور عليهم بيستهم دول. زي بوتشتين كده لونهم ابيض. هم دول اه هم دول بتاعت المنطبول سكيروز. ماشي يبقى كده خلصنا المنطبول سكيروز بيكون وبيكون احسن حاجة فيه بقى اللي هو صوره ماشي? اه بيتظهر في شكل ايه? بيكون بوتش لونها ابيض حوالين ولكن ممكن تظهر في اماكن تانية زي زي البوستيرو فصة زي ما شفنا زي زي البوستيرو فصة قلنا زي ما زي كوربس كالوزا ما اي حاجة. ماشي اه اه لو احنا اخدنا هيتظهر لنا في شكل عمودي على تدينا حاجة اسمها داوسون دا اللي هو اسم العلم اللي اكتشفش الشكل دا يعني. لو احنا في ودينا عملنا بسابغة. سابغة اللي هي يعني مش مهم نعرفها. تقوم الرنج دي وقت يعمل لنا او اللي هو شكل حرفي سي دا. دي للاكيوت بليك اللي هي لسه زهرة جديدة. ماشي? كده ايه? خلصنا لايه? نجل تالت حاجة اللي هي اه اه او رام طبعا انتم عارفين اي تيومر هي اما برايمري. يا اما انتم اخي اتخذته في الباصولوجي بقى الحاجات دي. اللي لو هو اما يعني طالع من العضو دا نفسه يعني طالع من نفسه او يكون جايل يعني مسلا في مثلا وبعت للبراين فدي اسمها او ماشي? فاحنا عندنا صورة اه صور للبرايمري تيومر وصور للايه للمتاستاتيك تيومر. بس عموما احسن حاجة اتصور برضو هي والمري. هو احسن حاجة في ان هنا مش عندنا غير والمري. لان في زي الصنار والحاجات دي. الحمد لله ما جابوا لناش سرتها. ده احنا مركزين بس في حتة الايه? المقطعية والرانية. ماشي? فطبعا احسن حاجة تجيبها والمري او والمري. وبتشخص طبعا والمتاستاتيز عادي. وطبعا مش مش دكتور او ومش دكتور اشعة. فانت عادي او ممارس عام. اهم حاجة تعرفها ان انت ما تشوف تقدر تتعرف ان الاشعة دي فيها يعني اهم حاجة تعرفها. وبرضو ما يمنعش ان انت تعرف ان ده فعرفكم ازاي الفرق منهم دلوقتي وايه معناهم اصلا? بس تبقى حاجة كويسة منك يعني ان انت تعرف ان ايه? وتعرف مسلا ايه? اشهر نوع في اشهر نوع في الاكسترا اكزيال. بحيث لو شايف لو انت شفته تقدر تتعرف عليه بسهولة وتعرف ان في نيوب لازم هنا وفي مشكلة آآ مفروض توجه العيان عليه. يعني التوجه العيان بقى لروح لدكتور مدخصص بقى دكتور اوران دكتور نيروليجي كده. ماشي? فلكن احنا مش نحضر دكتورية يعني في البرينت يومرس. اهم حاجة بس هقول لكم الجدول اللي جاي ده الفرق بين الاكسترا اكزيال وايه? وخلاص. ويبقى كده خلصنا وناخد مسال على ده ومسال على ده وبقى خلصنا. بصوا بقى. يعني ايه اكسترا اكزيال? يعني جوه نفسها يعني طالع من البرين نفسه من البرينت شو نفسه. انما ده طالع من حاجة جوه الجمجمة بس مش البرين. يعني مسلا طالع من اي حاجة جوه بس مش طالع من البرين نفسها. ناخد مسلا صورة عشان نوضح الفرق بينه. بصوا الصورة دي عجبتني قوي. الصورة اللي هي رقم ايه دي? اه ايه بقى ديات? هو بيقول لك هو هنا باخد مقطع كده كراس ما بس توضحية. ان برا ده الاسكال عادي العضب. وبعد كده جوه اللي هي هما طالعين دول دول الجري ماتر. واللي سويت ده اللي هو الويت ماتر. وفي النص بينهم اللي هو الايه? الحتة بتاع اللي هيمشي فيها ستيستقف. ماشي? بعد كده بقى بيقول لك ان رقم بي ديت ديت الايه? الاكسترا اكزيال تيومر. ده تيومر اللي هو الشكل الدايرة ده. وعيكتوب عليه حارف تي ده تيومر. تيومر طالع من اين? طالع من طبعا الديورة انتم عارفين المنجيس والديورة وكده بتبقى لازقه اصلا على السكال. ماشي? فالمهم تيومر طالع من السكال عادي او من الديورة. وبدأ يضغط على البريين. ولكن في الصورة الرقم سي ده ديه تيومر. ده بقى ايه? طالع من نفسها. يعني شايفين الفرق بين الصورتين? عاوزاك تشوفوا فرقة كارنه بين الصورة الرقم بي ورقم سي. رقم بي تيومر طالع من العظم نفسه او من الديورة نفسها. لكن رقم سي تيومر اصلا طالع من وبدأ يروح كده ويدغط على العظم. ماشي? لكن ده رايح كده. ده رايح كده. وبيضغط على لكن ده طالع من وبيضغط على نفسها او العظم او كده. ماشي? ده ده الفرق كمبدائيا يعني بين يبقى بي ده يعني مش طالع من طالع من ماشي? نفرق بقى ازاي بيقولك كده او علامات برضو لان التفريق سعب يبقى صعب ففي علامات كده انت بتشوفها لو تقولك ده تفرق لك بينهم. اول حاجة يعني هل ده متوصل بالعظم بتاع السكال او متوصل بالفالكسي سربراي اللي هو بيفصل يعني بيفصل بين الاتنينة يعني هل التيومر ماسك في العظم ولا مش ماسك? فلو ماسك طبعا هيبقى اكسترا اكزيال. لو مش ماسك هيبقى انترا اكزيال. يعني مش مش متوصل بيه. ماشي? التانية حاجة طبعا لو التيومر طالع من البون او لازق في البون. آآ ده طبعا هيعمل هتلاقي البون مسلا في الحتة اللي فوق التيومر دي. حاجة اسمها استيوزيس هايبر استيوزيس بيكون العظمي تخين فوق الحتة بتاعة التيومر. آآ فالبون تشينجز زي طبعا مع الاكسترا اكزيال مش مع الانترا اكزيال. يبقى كده اول حاجتين سهلين. ان هو متوصل بالبون او الفالكس وعامل بون تشينجز ولا لا. فلو عامل طبعا هيب اكسترا اكزيال لو مش عامل هيبقى انترا اكزيال. طيب. تانية حاجة اللي هي او هي الاماكن اللي فيها يعني. بيقول لك لو ده نشوف مسلا دي ودي سنرسم لكم رسمة وبعدين الشغل تاني. بصوا يا جماعة الرسمة الغريبة دي. بصوا دي الخط اللي هدر ده في ناحية دي وناحية دي. ده بتاعة الاكسترا اكزيال. ده الاكسترا اكزيال. طبعا لازق عامل متوصل مع عضم جمجومة هوت. وايه? وهيعمل بون تشينجز هيبر استيازوس والكلام ده. بصوا بعد اللي هي المسافة بين الخط البنفسيجي والخط الاصفر. اهدت يومر طالع في النص ده هوت ويبدأ يضغط على ويخلي يخش الجوه. يبدأ يضغط كده يضغط كده يضغط كده يضغط كده فتلاقي دي وسعت. ماشي? وسعت. ليه بقى? لاني تيومر عمل يضغط على وايضغعل جوه. طيب نيجي بقى للصورة التانية. دي اللي هي بتاعة الانترا اكزيال. ايه ده بردو دي الخط اللي بره ده ده الايه? والخط الاصفر ده المينجوس. ده اتية ات Melangious. ده تيومر بقى طالع من البرين. اللي هي الديرة الزرق ده تيومر طالع من البرين نفسه. وعمال يوصل. عمل يضغط ويزنو المينجوس على. فعمال هو اصلا ديومر عمل يضغط كده. يضغط كده. يضغط كده. فتلاقي المينجيس تدياء. تبقى ماشي? فكده فهمته الفرق ده يعني نحس الصورة دي اوضح. في موضوع ده لو فهو خلاص عمال يضغط يضغط على ويبعدها عن العظم والمينجيس فهو طلع اصلا من وعمال يضغط ويروح ناحية اللي يلزق فيها. فدوت كده هيديق ماشي? في حاجة كمان بقى هو الكلام قد انا عارفة بس هو لما بيتفهم بيبقى ساهل. بصوا في حاجة اسمها اللي هو يعني 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 زي لو ده برضو بصوا في الصورة دي اللي هي رقم بي ده ده اكسترا اكسيال. فعمال ضغط على على البرين وعمال يعمله عمال يكأنه بيفعصوا في بعض ويقرب من بعضها. فشايفين الوايت مطر هنا في الرسمة اللي هو اللي سوود. ماشي? فهو عمال يقرب الوايت مطر من بعض فيعمله حاجة يديه كأنه يخليه كأنه يعني 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 ولا مش عارفة هو اسمها ايه. فالمهم ان هو بيضغط عليه خليه حتة ايه واحدة. انما في ده هو اصلا طالع من هنا. فعمال ايه? هو بيحاول يخرج اصلا من البرين. ماشي? فمش بيعمل ولا حاجة. حتة دي مش مش شرط يعني تركزه فيها قوي. بس الموضوع يعني لو حد عاوز يفهمها. خلمة يعني عمال يضغط على على ويخليه كورتيكس والمضالة دي بلك واحد. يخليهم ايه? يلزقوا في بعض ويبقوا بلك حتة واحدة. انما الانترا اكزيال هو اصلا طالع من البرين. وده هو بالعكس عاوز يخرج ويبعد وينتشر. فما بيزنقش الجري ولا ولا حاجة. ده بالعكس بيخليهم ايه? يبعدوا. فمبيعملش الايه? كورتيكوم دالا ريبالكينج ده. يبقى كورتيكوم دالا ريبالكينج ده موجود مع ماشي? في حاجة اسمها يعني خط الفوصل بين لو هو في طبعا هيبقى باين عادي. والباين عادي. يعني اللي اتنين ما لان اصلا المشكلة او مش طالع منهم. ماشي? فعادي شكلهم هيبقى موجود زي ما هو. ولكن في اصلا تيومر طالع من نفسها. فهيبدأ يدمر او يحصل للجري والويت مطر فهيبقوا كأنهم برضو ايه? حتة واحدة. يعني اللي جاي لي تيومر ده اي تيومر طبعا لازم يجيله بلات سابلوي. فالاكسترا اكزيال ده طبعا هيجيله بلات سابلوي جاي من ديورة او من اي حاجة. لكن ده هيجيله زي سريبرا لأي حاجة من البلات سابلوي زيه زي البلين. لانه قصلا طلع من البلين. ماشي يبقى كده الفرق بين الاكسترا اكزيال وانترا اكزيال تيومر. الاكسترا اكزيال اه متوصل مع البون او الفالكس وعامل بتبقى بتوسع وفيه كورتيكو ميضالة لانه بيضغط الكورتيكس والميضالة على بعض ويخليهم بالكو واحدة ولكن لسه محافظين على الشكل بتاع الجريوي ببات متر لسه محافظين عليه لانه اصلا تيومر مش طالع منه. لابد عسل مجرد بس الضغط ماتشو. ماشي والبلاصة بتاعه جاي اكسترنات. انما الاكسترا اكزيال متوصل مع. ومش عامل بتبقى لزقة. اه صغيرة يعني. وكورتيكوم ده مفيش كورتيكوم ده ولا حاجة لان اصلا تيومر طالع من البرين. وآآ دي مش موجودة. ليه? لانها اصلا تيومر اصلا طالع منها ومخلي تشو كله شكل واحد. وجاي له من اللي جاي للبرين بالزبط. ماشي? كده دي الصورة بتاعتها توضيحية يعني. نجي انا اخد مسال على ده ومسال على ده. مسال على الاكسترا اجزيل ومسال على الانترا اجزيل. الاكسترا اجزيل اشهر حاجة فيها اللي هي المينجيوما. جاي اصلا من اسمها جاي من المينجيوس. وانتو اكيد اخدتها في البصولوجي. ماشي? شكلها بيبقى عامل ايه? بيوصف. يعني هو بيوصف لك بس. ان هي بتكون آآ ديورة البيز بتاع اساسي ماس يعني بيكون في ماس هي كالقوعة طلعة من الديورة وبكون لها آآ ديورة البيز يعني بيكون اللي قاعدة بتاعتها اللي لازق في ديورة مساحة كبيرة ليه لاصل انها اصلا طلعة من الديورة هي من انجيوما. ماشي? وابتبقى آآ لها يعني بيكون واغدة لو انت عملت لها اشعة بالسبغة. آآ بتاخد السبغة بشكل واحد. يعني انتم هتشوفوا دلوقتي كلمة يعني متجانسة يعني. آآ كلها لون واحد. آآ وبيكون طبعا هايبر استيوزيس هايبر استيوزيس دي قلتلكوا عليها اللي هي اللي بتحصل مع الاكسترا اغزية الماس يعني هو بيكون المينجيوما دي المينجيسة هي الديورة وفوقها الاسكال على طول. فالاسكال التيومر من كتر اللي عام اللي عمله فبيحصل البون ده بيدخن. فيحصل له هايبر استيوزيس. ماشي? المينجيوما طبعا بتعمل الماس دي طبعا مشكلتها ان هي بتعمل بتضغط بزود طبعا وبتزود ضغط المخ ويه بتبدأ بتعمل بتبدأ تضغط لو هي ضغطة مسلا على مركز الحركة او مركز الكلام او كده فتعمل طبعا وتلاقي العام مسلا مش عارف يحرك ايد مش عارف يحرك رجل آآ مش شايف مش سامع كده يعني. حسب الحتة اللي هي ضغطة عليها. ماشي? ولكن فيه مهمة قوي معيها اللي هي الديورة الميتاستيز. لان آآ هو من نجيوما دي طبعا برايمري. دي برايمري ولكن ممكن برضو فيه متاستيز تيجي من اي اي حاجة اي حاجة من الجسد تعمل متاستيز وتروح برضو في الايه في ديورة فمهمة قوي ان انت تتفرقهم وطبعا بيفرقهم بانواع تانية من الاشعة آآ وسبغات والكلام كده مش علينا. مش يبقى لكن معيها طبعا الديورة الميتاستيز. دي صورة المينجيوما مش علينا صورة تقريبا اعتقد يعني آآ قوي. دي صورة اما ارآي هي اه اللي هي الدايرة دي. دي طبعا ايه? كلها اما ارآي بس بسيكوانس مختلف يعني صور انواع مختلف. يعني دي تي وان دي تي تو. دي ديفوجون ويتد. آآ يعني ايه? دي يعني دي بالسبغة. طبعا شايفين لما خطت السبغة واغدة السبغة لونها ابيضة هي. يعني لونها واغدة لون. فدي طبعا عملة يعني واغدة سبغة يعني سبغة. ماشي? ودي صورتها ويتة حلوة قوي هي مرسومة اصلا. آآ ماشي ومتوصلة هنا هو هنا عايز يوضح لك ان هي متوصلة على وموضوع هو ظاهر هنا شايفيني الحتة القصاد في تحسها بارزة كده. مش 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 ماشية مستقيمة. اهي الحتة اللي انا عملي عليها دايرة دي. دي فدي طبعا دي كلها اللي هو ماشي? في بقى نيجي مسال تاني على الانترو اجزيال دي اللي هي طبعا مابودة جوه جوه البرين نصابة تنسي نفسها. ماشي? بيقول لك ان احنا عندنا منها انواع كتير قوي مهم ان انت تعرف تفرق بين الانواع دي. آآ وتعرف كمان هي ولا تعرف ان هي بيقول لك انت بتعرف بقى حسب آآ يعني حسب اللي بيأثر في شكل هنا ده حاجات تعرفها اللي هي الاشعات العادية اللي احنا بنعملها لكل الحالات اصلا وفي اه حاجات يعني بيتعمل في الحالات الايه المتطورة او اللي انت مش عارف توصل للتشفيص فيها. فالكونفينشنل آآ الحاجات اللي بتأثر في الكونفينشن الامجي زي اللي هو والاما اروي والكلام ده الحاجات اللي بتأثر فيه اللي هي يعني بتدرد يعني كل ما كان فيه اكتر يعني في خلايا كتير في الطيشو طبعا ده بيزهر لك في الاشعب لهم معين بقى هم فاهمينه بقى. ماشي? فطبعا ده ده اللي هي حاجة ايه? مالجنة? البلد برودكس برضو لو لقيت فيه في التيومر او لقيت فيه او لقيته خدس سابغة بطريقة اجريسيف قوي فدي طبعا ايه? دي حاجات توجهك ان هي مسلا دي حاجة تكون مالجنة شوية. ماشي? في حاجات برضو بقى بيتعامل عشان احدد نوع تيومر بالزبط. في حاجة اسمها ايه? البيت سكان. اللي هو المسح الزري باختصار يعني. البيت سي تي ده مسح زري. آآ بيشوف بتاع تيومر طبعا كل ما كان تيومر له متابوليك اكتيفتي عالي فطبعا دي حاجة وحشة دي مالجنة. المتابوليك كومبوننت حاجة اسمها الامر اي سبكتروسكوبي. سبكتروسكوبي بيشوف الميتابوليزم. او تشوف يعني بيكون في بلوت فيسل زيادة عن الطبيعي. في الامر اي تشوف بلوت فيسل زيادة طبعا دي حاجات وحشة. ان هي ممكن تكون ايه مالجنة. فالمهم يعني الجدول ده بحسن ومالوش لازمة اصلا. بس احنا بنستخدم حاجات اللي هي الحاجات السي تي والامر اي بنشوف فيها اه فيه ولا فيه ولا كده. وفيه حاجات بقى اللي هي المسح الزري والسبكتروسكوبي عشان نشوف الميتابوليزم. ونشوف في بلوت فيسلز جديدة ده ظهرت ولا ايه? زي الامر اي بالفيوجان. دي بنعملها في الحالات اللي احنا مش عارفين نوصل لتشخيص بالزبط للانترا اكزيال تيومر. واشهر حاجة فيه اللي احنا بقى مهم نعرفها اللي هي الجليومة. الجليومة دي هي اشهر اكيد اخدتها في البسوليجي برضو ان هي اه اشهر ايه? اه تيومرز. بتيجي بتيجي من يعني. ودي بتماسل نصف يعني شايفين نسبة كبيرة جدا خمسين في المئة من هيطلعوا جليومة. وطبعا عشان هي في منها كتير فالي هي من نظمة الصحر العالمية بتقسمهم لاربع جريدز. بتقسم جليومة زيه الاربع آآ جريدز. لو آآ جريد وان وطو دول ايه ناين. دول ايه? يعتبروا ايه? وملايجنان. ماشي? فآآ اشهر واحدة فيهم بقى من الجليومة دي. واشهر واحدة اجريسف. واوحش واحدة. حاجة اسمها جليو بلاستوما مالتي فورم. الجليو بلاستوما مالتي فورم دي. ودي طبعا ده بليش او جريد فور. لانها اوحش واحدة. ماشي ايه بقى اللي عاوز طبعا عشان هي اوحش واحدة وهي كمان. واصلا الجليومة كلها دي نصف سين استيومر. فانت مهم انت عرف شكلها لان ان هي ممكن احتمالك برينية قابلك. صح? فايه بقى بتاعتها او شكلها عامل ازاي? اول حاجة. آآ دي طبعا حاجة مليجنان. حاجة وحشة. فبيكون حواليها ايه اديمة. سرامان دي اديمة. هو مش بيعرف يستجيب بحاجة غيره ان يعمل ايه? برين اديمة. حوالين تاني حاجة ان هو بيكون دي آآ ماس طبعا هي عبارة عن آآ كالكوعة. وبيتكون آآ طالعة في لان هي من من وبيتكون يعني التنتوريام ده اللي هو اللي بيفصل بين الهيمسفيرس وتحت والسيربيلم والحاجات دي آآ البرين فوق والسيربيلم والحاجات دي تحت. فهي يعني بتطلع في الايه? في اللي هي فوق الجزء اللي فوق. وهي بتبقى آآ بتعمل وهي قلت لكم بتبقى شكل حلقة كده يعني لو انت بديتها سبغة عملت مسلا فتلاقي هي عملت خدت سبغة من براها لكن جوه تتشو فين كروزيس جوه تتشو اللي ميت فان بياخدش السبغة. فتلاقي السبغة اتخدت من حواليها من برا شكل شكل الخاتم وفي النص مفيش سبغة اتخدت. فتبقى اللي حت اللي في النص غمقه واللي برا ايه وحواليها دايرة فتحة. فتعمل لك شكل الرينج. وبتبقى طبعا عشان دي حاجة مليجنة. تشوفوا بقى صورتها مش هتلاقى سهلة اروي. نفس الكلام اللي احنا قلنا هي بتكون عبارة عن كده وبتكون شكلها يعني السبغة متاغدر في الخط شايفين الخط اللي بيد ده هو ده اللي واخد السبغة لكن اللي في النص ده فمبيخش السبغة. فيعمل لك شكل دي وبيكون وبيكون حواليها شكل مش بيظهر يعني هو الغمقان ده هو البرين اديما. دي صورة تانية بالفلير وظاهر فيها البرين اديما قوي. هما تلاتة كلهم ام وار اوي. ماشي بس دي وان ودية الفلير. ماشي? يبقى كده جدي اسمها يبقى كده انا عارفة ان الحتة دي رزلة. بس اللي خدناها ايه في البرينت يومور? ان هي ممكن تكون مهم ان انا فرق بينهم مهم طبعا. وممكن تكون اه البرايمري بقى دي لو خدناها. بنقسمها حاجات وحاجات وقلنا الفرق نفرق بينهم ازاي? ماشي? نحفظ بقى الجدول. عندنا على المسال بتاع المينجيومة اللي هي طالعة من المينجيس. وبتكون اه هو بالشكل ده بكون في الغالب صغيرة وبتكون اه اه بتعمل اه بتاخد كلها استبغى. لان المينجيومة دي اصلا ايه وغدا كلها استبغى كلها لون واحد. ماشي? غير غير بتاخد الحوف بس هي اللي بتاخد لكن في النص فيه ما بياخدش الساعة. ماشي? وبكون طالعة من ايه? من الديورة وبيكون فيه بتاع موضوع في البون والساينزة اللي احنا قلناه في دي بايه? بتبقى موجود. ماشي? اه بعد كده اللي هو اللي هي الجليومة. الجليومة دي اه شهر واحدة فيهم اللي هي ودي بتكون حواليها عنيفة قوي وبتكون وعاملة شكل ده كأنها سيست بالزبط كأنها دايرة وآآ وجوها وحواليها ده. واخد السابغى يعني بشكل ايه? بس كده دي ايه اللي هي وحتى الصورة اللي هي في النص دي فيها اللي عادة في استهم دي فيها ايه? وحاجات. فطبعا دي معناها اني دي حاجة. آآ نيكي بقى لسا دي اخر سلايد تقريبا. ايوا دي اخر سلايد. اللي هي المتستفك اللي هو يعني. ماشي? آآ بيقول لكن هي بتمثل هي برضه طبعا اللي انتو عارفين ان اشهر اماكن المتستسيز اللي هي اللي هي اللي هي وليفر وبون وبرين. فالبرين طبعا من اشهر الاماكن اللي بيجي لها متستسيز من الكنسرز التانية. ماشي? فطبعا معظم الماسز اللي هي بتظهر في البرين دي بتبقى حوالي تلتها آآ بتكون متستسيز. ماشي? وبتكون في الغالب بتكون ملطبول ولكن هي ممكن تكون سوليتة لي يعني ممكن تكون كزا ماس. وهو اصلا اللي بيخلي حصل متستسيز ان التيومر اللي هو في اللونج مثلا ده. فتيومر سيلز مشت في البلد. وبعدين البلد ده راح في الاخر في البرين. فوزعت في كزا مكان. فكل منهم عملت ميس. ودي عملت ميس. ودي عملت ميس. ودي عملت ميس. فعملوا لنا آآ ملطبول ولكن ممكن في تنتين في المية ممكن الماس دي تبقى ايه? يعني هي تكون فيه ماس واحدة بس عادي يعني. ماشي? وبتكون طبعا اي ماس ها اي آآ البرين بيرياجت لها باديمة. واشهر حاجة بالديتكتر المستسيز هي اللي سبكتروسكوبي. سبكتروسكوبي معناها آآ يعني انه بيشوف الميتابوليزم بتاعة التيومر يعني. ماشي? ده نوع من الامر اي برضو. وآآ وده بيفرق لك عن عن يعني هل هو يطالع من البرين ولا حاجة جاية من تاني. حسب الميتابوليزم لان الميتابوليزم. مثلا هو جاي من سيرويد مسلا. فبيكون لها ميتابوليزم معين. جاي من وبريست بيكون لها ميتابوليزم معين. فلما بيظهر لك في الحاجة للسيرويد فمعناها ان دي اصلا مش بتاعة هي بتاعة الصيرويد. فاللي جبا هنا اكيد متستسيز. ماشي? فده معنا كده الايه? الامر اي سبكتروسكوبي هي احسن حاجة بتفرق من الايه من السكندري. دي كلمة اهم معلومة اعرفها يعني. والحاجات اللي انا عاملة عليها اللون مختلف دي هي دي الحاجات اللي في الداة اللي هي معمولة عليها فعلا اللون مختلف ومهم. ماشي? دي بقى صورة هي برضو بتظهر لك ماس. دي حتى سوليتري اهيت مش مالتبول ولا حاجة. دي سوليتري ماس اهيت. واخد استبغى ادنها خدت الايه? خدت استبغى. الحتة دي الصورة اللي على يمين دي. اه فيها نجمة في النص كده. بيقول لك ان في النص ده مش واخد استبغى. يعني حرفوها بس اللابيت ده هو اللي باخد لكن اللي في النص لقى ليه لانه في نص ده فيه وبيقول لك كمان معلومة ان هو ده عامل على وشايفين يعني ده كويس. هنا ده لأ. ده تحس مضغوط كده وعليه ماشي فكده اه دي كده الايه طبعا انت دل الوقت اما ارقايا انت ممكن تقول عليها اصلا اي حاجة ولكن اللي بيفرقها عن اه الان هي موضوع انا بنعمل لها بقى اما ارقايا سبكتروسكوبية عشان نستبعد ان هي متاساسس ولا لأ. ماشي? نيجي بقى للايه? السئلة. سؤالين كده يعني اه من نفس الكلام اللي احنا بنقول ليه هنحلوهم مع بعض. اه بيقول لك بقى ايه بصوا على الصورة دي كده. حاولوا تفتكروا الصورة دي بتاعت ايه? اه هو عامل لي حتى دا على الليجن. فبيقول لك فطبعا لازم معرفة الليجين دا ايه? فهي دايرة واحدة. الاول صورة دي صورة مقطعية. ماشي? عشان العظم لونه ايه? ابيض. فالمقطعية دي ما جناش سريتها اكتر حاجة غير في يعني دي اكتر حاجة جلنا فيها صور مقطعية. لان والصور اللي جات لنا برضو في صح? فيبقى المقطعية دي غالبا هتطلع حاجة في الاستروك. الاستروك عندنا اتنين الليجة مويمين. حاجة اسمها وحاجة اسمها آآ مايكروانجيوباثي. ماشي? فالدي طبعا هو عملين على دايرة واحدة وهي بوتشة واحدة فعلا وصغيرة واقل ما خمسة وشر ميلي وكل حاجة بتحلف ان هي ماشي ببقى الصورة دي صورة ايه? ماشي وبيقول لك بقى كل الحاجات دي صح مع عدق ايه? بيقول لك اقل ما خمسة وشر ميلي? اوه. هي بتبقى صغيرة. اه اه اوه هل المعلومة دي صح? لأ المعلومة دي مش صح. ده هي بتبقى ايوة. يبقى المعلومتين اللي صحة عن ايه كلا مخصة وشعر ملي وبتبقى بسبب لكن المعلومة ان هي بتظهر بتاع لا طبعا ده دي ده ده واخد اصلا حتى ادي كده. ماشي. فطبعا دي المعلومة دي الاجابة. مش هو بيقولك ايه هنا. السؤال التاني. بصوا على الصورة. دي صورة اما ارقاي. وفلاير. مش لازم عارف ان هي فلاير بس هي اما ارقاي. اللابيت ده مش اللابيت ده العدم الجمجمع. هو السوادر اللي في النص ده. هو طبعا الديزيز في الليجين اصلا. الليجين شايفين البطش البيضة كتير دي. اللي هي حوالين. دي ايه دي طبعا. ده كده ايه? ايه بقى اللي صح على المرض ده? لا احنا اصلا قلنا ده وبيجي في في فطبعا دي كده ايه مش صح. تاني حاجة هي اه طبعا. اه طبعا. اه هي احسن حاجة تجيب 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 الام اس. الليجين از اونلي في. اونلي? لا مش اونلي. ممكن يجي اصلا في ممكن يجي في ممكن في ممكن في ممكن في الفصة اي حاجة. لكن مش اونلي في ان هو يجي في آآ فطبعا ايه اللي صح? آآ اللي صح هي المعلومة التانية ديت ان هو بقى احسن حاجة فين هي تصوره. ماشي. طيب تالس سؤال. واخر سؤال معنا. الصورة دي. ويحنا بادي لسا عالينها في يعني. فانتو لست فاكرين هي شكل وعامل واخد السابغة من برا دي امار اي. واخد السابغة من برا واللي في الجوا ده وفيه يعني هي حاجة فديت اللي هي الايه بيقولك بقى يعني ايه الحاجة الغلط عن ايوة ديت. وقد نوص حالات الايه? يعني هي بتظهر بنيوروجيكال سيمتمز ايوة طبعا بتاخد مساحة كبيرة وبتبدأ تدمر اماكن في البراين فالعين طبعا معرض قوي انه يظهر له كتير. زي مش قادر يمشي مش عارف يتكلم كلام ده كله ممكن يحسن. اه اه ايوة اصلا هي ماشي بها هي اه اه يعني ايكم للي مش صح. اتوان افزا اكسرا اكسيال برينت يومر. لأ طبعا هي انترا اكسيال برينت يومر. ماشي. كده ايه? ادي الايجابيات. كده خلصنا. انا مشكرة جدا ليكم. وشكرا لحد اللي حد لحد دلوقتي يسمع يعني. بس كده. اكتبوا له رأيكم في الفيدباك.